أستقبل معي الآن كل من حاسبك روش وكذلك الطبيب سيد مكي بن صغير أهلا بك يا حاسباء أهلا بك سيد مكي بن صغير وسحر رمضانك سحر رمضانك وسحر رمضانك كل مشاهدي شكرا سيد مكي بن صغير البداية معك طبعا مع أحوال التخصص سيكوننا نحديث كذلك سيد مكي بن صغير حول تأثير اتفاع درجة الحرارة في هذه الفترة خاصة عن المسنين وكذلك نتحدث عن أمراض أخرى مرافقة يعني في هذا الشهر الفضيل وكيفية التعامل معها تصادر لي حاسبك روش صبح الخير هاجل صبح الخير سيدي صبح الخير مشاهدينا الكرام هاجل إن شاء الله خلال ظاهرة اليوم حتب قادم الأجواء نوعا ما حارة نسبيا وذلك على أغلب ولايات الوطن مناطق شمالي وحتى المناطق الجنوبية والبداية تكون بالظاهرة كما سأتذكر مثل ما نلاحظ في الصورة تبقى دايم الأجواء خلال ظاهرة اليوم إن شاء الله مستقرة مع بعض السحب الخفيفة لتكون دون فعالية راح تخص أغلب المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية مع بقاء دائما تمركز نوعا ما رعود منعازلة وذلك المرتفعة الداخلية الغربية وحتى المرتفعة الداخلية الوسطى رعود كذلك هناك رعود تنشط على أقصى الجنوب كمنطقة عنقزان بورجباجي مختار وصول إلى غاية مرتفعة الأهقار والتاسي حتى على منطقة إليزي واجانت بالإضافة إلى كل هذا زوابية رملية أيضا تبقى دائما تخص الجنوب الغربي كمنطقة تي بشار واتيندوف حتى على شمال السحراء كمنطقة عنصالح حتى غرداية وصول إلى غاية أقصى الجنوب كمنطقة تامانرس كذلك عنقزان بورجباجي مختار وصول إلى غاية مرتفعة الأهقار والتاسيلي فيما يخص درجة حال قصوى لنسجلوها لظاهرة اليوم بحول الله مثل ما نشاهد في الصورة أجواء جدا حارة على أغلب المناطق الجنوبية ستصل إلى حوالي على سبيل المثال أقول 47 درجة على كل من أدرار عنصالح كذلك مدينة عنقزان بورجباجي مختار سجلو 42 درجة بمدينة غرداية كذلك الواد 43 درجة بورجل 44 بإليزي جانت حتى مدينة تيتيندوف بشمال أجواء كذلك نوعا محارة خاصة على المرتفعة الداخلية الغربية والوسطى حيث تتراوح ما بين 34 إلى غاية 40 درجة على المناطق الداخلية وما بين 30 درجة إلى 32 درجة على أغلب المناطق الساحلية هي درجة هاجة تنسجلوها تحت الظل نضيف لها خمس درجات للمداجها المحسوسة فيما يخص توقعات التقصي إن شاء الله لمساء اليوم لليوم في الان شاء الله مثل ما نشاهد في الصورة رح تبقى دايما الأجواء إن شاء الله مستقرة صافية كل ليلة هادئة على أغلب المناطق الشمالية حتى على المناطق الجنوبية فيما يخص درجة الحارة لنسجلوها اليوم في الان شاء الله هي الأخرى تبقى دايما درجة حارة لطيفة مرتفعة نوعا ما عن معدلها الفصلي مثل ما نشاهد في الصورة خاصة على أغلب ولايات الوطن الجنوبية وحتى المناطق الشمالية ونحتراوح ما بين 16 درجة إلى 24 درجة المناطق الشمالية وما بين 19 درجة إلى 30 درجة للمناطق الجنوبية أما بالنسبة للملاحة والصيد البحري إن شاء الله لظاهرة ومساء اليوم الجمعة بداية من سواح البني الصاف نحو وهران إلى غاية مستغان سيكون بحر قليل الاضطراب وفي قرياح غربية ستراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة في حين من سواح المدينة تيبازن حين جزائر العاصمة إلى غاية بومردس وبيجايا سيكون بحر جميل إلى قليل الاضطراب وفي قرياح متغيرة الاتجاه ستراوح سرعتها ما بين 15 حتى 25 كم في الساعة أما من سواح المدينة جيجان حو سكيكدا عن نابا إلى غاية القالة سيكون بحر جميل وفي قرياح شمالية شرقية ستراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 كم في الساعة هاجئا فيما يخص توقع التقص خلال الأيام القليلة القديمة يعني كلهم يترقبوا هل تبقى الأجواء نوعا ما حارة الأجواء نقولون إن شاء الله على المناطق الشمالية تراجع درجة الحارة نوعا ما مقارنة بالأيام الماضية تعود ترجع المعدلها الفصلي تبقى دائما نوعا ما أجواء نسبيا حارة لكن تنخف الدرجة الحارة تراوح ما بين حوالي 26 إلى 30 درجة من المناطق الساحلية وما بين 36 إلى 36 درجة من المناطق الداخلية لكن معتدلة لكن بالمناطق الجنوبية تبقى دائما الأجواء نوعا ما حارة نسبيا خاصة لكل هاجئا بكل منطقة أدرار عن صلحة عن قزم كذلك مدينة برج بجي مختار ستصل اليوم الغداء إن شاء الله حوالي 28 درجة مئوية تحت الظل وهذا بداية من يوم السبب إلى غاية يوم الثنين القادم بحول الله إن شاء الله نشر فقط حاسيبة وأنت أشرت أن هناك سيكون حرارة على معظم ولاية الوطن هناك استثناء فقط بولاية يعني الولايات المناصة التي ستشهد تقريبا وتصنع المفارقة حيث سيكون هناك تساقط في كميات معتبرة من الأمطار الموسمية بالفعل على غرار يعني بعض هيونك يعني بعض الرعود المناعزة يتكون مصحوبة بتساقط بعض القطار من الأمطار إن شاء الله كذلك يوم الغد هاجر يعني على المناطق الداخلية حتى تشهد كذلك يعني تساقط بعض القطار من الأمطار مرتقب أن تصل للمناطق السحلية بداية من المساء يوم الغد ليلة ستصل إلى المنطقة السحيلية بعد القطار والأمطار فقط يوم سعيد وجمعة مباركة شكرا لك يا حاسبك وجمعة مباركة